موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية البداية بأبرز العنوي رئيسه مجلس القيادة الرئاسي يهنئ الملك فيلب السادس ملك اسبانيا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده موسيقى عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسن يبحث مع القائمة بأعمال السفارة الصينية مسجدات الأوضاع في بلادنا موسيقى وزير الخارجية تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية فلندا ويبحث تطورات الأوضاع في بلادنا موسيقى من العنوين إلى التفاصيل أهلا بكم بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنية إلى الملك فيليب السادس ملك اسبانيا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللحكومة وللشعب الاسباني الصديق كل التقدم والرخاء وشهد فخمة الرئيس بالموقف الاسباني الداعم للشرعية الدستورية وإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن متمنيا للعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من النماء والازدهار بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية الواروكون فرج البحسن في رياض مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاوشينغ مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتطرق اللقاء إلى العلاقة الثنائية بين البلدين وأبرز التطورات على الساحة اليمنية وفي مقدمتها رفض منشاة الحوثي لتمديد الهدنة الأممية وسناف خروقاتها في جبهة القتال وتصعيدها العسكري في تعنت ورفض واضح لكافة مبادرات السلام في ظل الاتزام التام من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية لإنجاح جهود الأممية بشأن تمديد الهدنة الإنسانية كما جرى سعراض دور حضر موت وإرثيات تاريخي وحكمة أبنائها وانفتاحهم لكافة الشعوب من خلال أعمال التجارة والتأكيد على أهمية حضر موت لأي مشروع سياسي في اليمن ونوها البحث بالعلاقة بين البلدين وأهمية تعزيزها وتطويرها مثمنا المواقف الصينية تداعمة للمجلس الرئاسي والحكومة الشرعية في المحافل الدولية كافة ومساعيها في إحلال السلام وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني من جانبه أكد القائم بعمل السفارة الصينية التزام بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لإحلال السلام في اليمن والحفاظ على أراضيه والعمل على تقديم أشكال المساعدة كافة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني إلى ذلك أشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي لواء الركن فرج سالمين البحسني بدور قبائل حضر موت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي في استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء التمرد والإنقلاب الحثي وللسلطة المحلية بمحافظة حضر موت في الحفاظ على ما تحقق خلال المرحلة السابقة في القطاعات كافة وفي مقدمتها القطاعات العسكرية والأمنية كما أشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اتصالات هاتفية أجراها بعدد من مقادمة ومشائخ قبائل حضر موت بدور قبائل حضر موت في معركة تحرير ساحل حضر موت من التنظيمات الإرهابية في الرابع والعشرين من إبريل 2016 واستمرار جهودهم ومساعيهم في تطبيع الأوضاع وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في مدن الساحل واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي من مقادمة ومشائخ قبائل حضر موت إلى أهداف اللقاء الموسع الذي يتم التحضير له والذي يأتي تزامنا مع رفض ميليشيات الحثي لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وتأكيد القبائل على دعم خطوات مجلس القيادة لإحلال سلام عادل وشامل لكل اليمنيين وجدد البحثني حرص مجلس القيادة الرئاسي على دعم اللقاءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في تعزيز دور المجلس الرئاسي من خلال دعم القرارات المتخذة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة في البلاد حثا على ضرورة أن يتكاتف الجميع لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في كافة الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والتنموية وأكد اليوار ركن البحثني على أهمية التفاف المكونات القبلية خلف المجلس الرئاسي لإسناده في معركته المصيرية ضد ميليشيات الحوث المدعومة من النظام الإيراني معبرا عن دعمه للمقترحات التي تخدم محافظة حضر موت والوطن أجمع وأبدى استعداده بنقل كافة الأراء والمطالب التي ستخرج عن اللقاء الموسع إلى مجلس القيادة الرئاسي زار مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحي الشعيبي مصنع الأكسجين الطبي في العاصمة المؤقتة عدم وجه بعادة تشغيله في غضون أسبوع واطف الشعيبي في أقسام المصنع خلال الزيارة التي رافقه خلالها الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون ورئيس فريق الإغاثة والتعاون الدولي في مكتب رئاسة الجمهورية الدكتورة مريم الدوغاني واستمع من القائمين على المصنع الذي أنشئ العام الماضي على نفقة دولة الكويت الشقيقة إلى أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل والمقترحات والسبل الكفيلة بالتغلب عليها واستدامة تشغيله بكامل طاقته البالغة نحو 300 أسطوانة أكسجين يوميا وأكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أهمية المصنع الحيوي في تعزي مستوى جهزية المنشآت والمراكز المستشفيات الصحية مشهدا بدعم الأشقاء في دولة الكويت لليمن واليمنيين بشتى مجالات وقطاعات الحياة لا سيما الإنسانية والتنموية في مختلف المراحل كما زار مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحي الشعيبي مركز الكويت الصحي للطوارئ التوليدية بمديرية خور مكسر في العصمة المؤقتة عدن للاطلاع على جهود إعادة تشغيله في غضون أسبوع وتعرف دكتور الشعيبي من إدارة المركز الصحي إلى شرح حول الأوضاع العام للمركز الصحي وذلك عقب عملية عادة ترميمه وصيانته وتأثيثه وتجهيزة للتشغيل على مرحلتين بعد تعرضه للهدم الجزئي خلال حرب منشهات الحوث الإرهابية في العام 2015 بدعم كويتي عبر مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية ونوها مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور الشعيبي بأهمية المركز في تقديم الخدمات النوعية والمتميزة بهدف تخفيف معاناة المرضى من المواطنين وتقديم المساعدة الطبية للأسر الفقيرة والنازحة سواء في مدرية خرمكسر أو مختلف مدريات محافظة عدن تسلم وزير الخارجية وشؤون المغترمين الدكتور أحمد عوض بن مبارك نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية فنلندا لدى اليمن نوريكا فيليل نين وباحث الوزير بن مبارك مع سفيرة فنلندا تطورات الأوضاع في اليمن والجهود الرامية لتمديد الهدن واستمرار مكاسبها في ظل تعنت ميليشيات الحوثي وسعيها لسناف عدوانها على الشعب اليمني وخلال اللقاء أكد الوزير بن مبارك أن الوزارة الخارجية ستقدم كافة التسهيلات للسفيرة لأداء مهامها وبما يسهمه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مثمنا موقف جمهورية فنلندا الصديقة الداعمة للحكومة الشرعية ولجهود إحلال السلام من جانبها أكدت السفيرة فيليل نين استمرار بلادها في دعم وحدة وأمن واستقرار اليمن وجهود إحلال السلام وإنهاء الحرب ناقش وزور الخارجية وشون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك مع القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن كريس بولدة تطورات في اليمن على ضوء استمرار مليشيات الحوثي رفضها تمديد الهدنة وأشار وزور الخارجية إلى أن مليشيات الحوثي تتعمد عرقلة مسار التسوية السلمية في بلادنا وتسعى لإعادة اليمن لحالة الحرب مشيرا إلى الاعتداءات التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي في عدد من الجبهات وشدد على أهمية اتخاذ مواقف حاسمة مواقف حاسمة إزاء تلك الممارسات وأوضح أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة رغبة منها في تحقيق السلام والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي أنتجها العدوان الحوثي على الشعب اليمني مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي فهمت التسامح الذي أبدت الحكومة بشكل خاطئ وتعمل على ابتزاز المجتمع الدولي واستنزاف كافة الجهود الساعية لاستعادة الأمن والسلام في اليمن استهلاكا للوقت وأجهاضا للفرص المواتية لخفض التصعيد من جانبه عبر القائمة بالأعمال البريطانية عن تقدير بلاده للمواقف الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في مسار السلام مؤكدا وقوف بلاده لجانب الحكومة الشرعية ودعمها لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه أدانت الحكومة الإسبانية الموقف المعرق لمليشيات الحوثي والمطالبات غير المعقولة بقبول تمديد الهدنة الأممية والتي سمحت منذ دخولها حيث التنفيذ بتحسين واضح في الظروف المعيشية للسكان اليمني وأعربت أسبانيا عن أسفها لعدم تجديد الهدنة في 2 أكتوبر الجاري والتي كانت سارية منذ 2 إبريل الماضي وذلك رغم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز جروندبرغ ودول في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية كما دعت الحكومة الإسبانية جميع الأطراف ولسيما مليشيات الحوثي إلى وقف الأعمال العدائية بشكل نهائي والبدء في عملية مفاوضات سياسية من لبنان ثبت الحق وبطل الباطل سنوات من مزاعم حزب الله في المقاومة والممانعة وعداء أمريكا والموت لإسرائيل سقطت باعترافه بدولة إسرائيل وبوساطة أمريكية وهذه حكاية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مقاومة الجهاد الاحتلال والتحرير وحل بدلا عنها الاعتراف الرسمي بسلطة المحتل الإسرائيلي على الجزء الآخر من الحدود والترسيم هنا يعني اعتراف بدولة إسرائيل وأمام هذا الحل لا يفيد التأكيد الزائف لموقف لم تعد الحقائق على الأرض تقبل وجوده لما نعال إنه هيدا مرتبط بالترسيم طيب نروحوا على الترسيم وإلا موضوع ترسيم الحدود كل كنوا بتعرفوا شو موقفنا الذي لا يحتاج إلى إعادة ذكر وتكرار يمثل حزب الله اللبناني سلطة أمر واقع في لبنان يتحكم بكل تفاصيل المشهد هناك سلطة اتخذت من شعارات العداء لإسرائيل والموت لأمريكا وإسرائيل غاية وحياة وربطت فكرة وجودها واستقطاب أنصارها بهذه الشعارات الزائفة وما لبث هذا الحال أنزال واتضح أنه مجرد وسيلة لتحقيق غاية للغاية ذاتها وإذا كانت هذه حقيقة حزب الله في لبنان فمثلها حقيقة الحوثيين وحكايتهم في اليمن فكل الحكاية وبداياتها شعر وشعار مقاومة لإسرائيل بالشعار وبخناجر الشعار فلا فلسطين هدف ولا تحريرها غاية وكل الحديث عنها وسيلة لتزييف واقع الميليشيات من صعدة إلى عمران فصنعاء ثم تعز إلى الضالع ولحج وصولا إلى عدن زحفت جحافل الميليشيات لتحرير فلسطين بقتل كل مواطن يمني يعترض مسيرتها المزعومة لتحرير فلسطين زحفت من الجبل إلى السهل والبر وحتى البحر حاملة شعار الموت لإسرائيل شعارا لا فعلا أما الموت ذاته كان من نصيب اليمني الرافض لهذه الميليشيات ما تفعله هذه الأدوات ليس سواء لا لمن يدعم ويمول في إيران وإذا انكشفت حقيقة الأدوات فما هو إلا انعكاس لانكشاف ممولها فيرفع نظام إيران شعار الموت لإسرائيل ويمارسه واقعا في أكثر من قطر عربي وأدواته على خطاه ومسيرته لإسرائيل شعار الموت وللعربي الموت لا سوى استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول روكن عبد الفتاح البرهان في العاصمة الخرطوم وزير الداخلية لواء روكن إبراهيم حيدان وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني على أهمية مزيد من التقارب بين الدول العربية والإقليمية متمنيا أن تحقق الزيارة الدورة المأمول في تعزيز أمن البلدين الشقيقين ونقل وزير الداخلية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تحيات أخيه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مثمنا تعاون والتضحيات السودان في ردع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ودورها الهم مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وفي سياق متصل بحث وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان على هامش زيارته إلى الخرطوم مع نظيره السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عدن عنان حامد محمد عمر عددا من القضايا الأمنية بين البلدين وسبول تعزيز التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة البحرية حضر جلسة المباحثات سفير اليمن لدى السودان عمر المداوي والمفتش العام اللواء الدكتور فائز غلاب ووكلاء وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير وقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد والموارد البشرية والمالية اللواء عبد الله جابر ومدرع عموم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والشؤون القانونية والتدريب والتأهيل والتعاون الدولي والملحق العسكري بسفارة بلادنا بالخرطوم اللواء الدكتور أحمد الشنعى هذه الزيارة لها أهمية كبيرة لتعزيز الأواصر والأخوة أولا وسابقة من قبل وكذلك لها دور كبير في تعزيز وزيارة التنسيق الأمني ما بين جمهور اليمنية وجمهورة السودان الشقيقة التنسيق الأمني في مجال التدريب في مجال مكافحة الإرهاب في مجال القرصنة في مجال كذلك مكافحة المخدرات وقضايا تتعلق بالجاليات في البلدين نتطلع أن تكون إن شاء الله هذه الزيارة ناجحة وبوادرها إن شاء الله ناجحة تقول كذلك الأخوة الأشقاء في جمهورية السودان الشقيقة حقيقة قيادة وشعبا يقفون مع إخواني في الجمهور اليمنية ونحن كذلك نكون لهم كل الوفاء وموقف السودان الشقيقة حقيقة سيخلده التاريخ ولا ينساه في الوقوف مع إخواني اليمنيين في الجمهور اليمنية لاستعادة مؤسسات الشرعية نقلنا لفخامة الرئيس في جمهورية السودان تحيات ورسالة شكر وعرفان وامتنان من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العالمي بهذه المناسبة الزيارة الرسمية وحقيقة أنقل بهذه المناسبة رسالة شكر من الشعب اليمني بشكل عام لإخوانهم في الشعب السودان قيادة شعبا بمواقفهم الأخوية التي وقفوها مع إخواني في جمهورية اليمنية وهذا ليس بالجديد بل هذا يدعي على أصالة عراق اطلع وزير الداخلية لواركو إبراهيم حيدان والوفد المرافق لعلى نشاط عدد من المرافق الأمنية وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى السودان حيث وزار الوزير كلية الشرطة وعلوم القانون السودانية استمع من عميد كلية الشرطة يحيى النور إلى شرح عن عمل الكلية وبرامج تدريب فيها والمهارات التي يتم تدريبها للملتحقين بالكلية وشهد خلال زيارته إلى الكلية عرضا عسكرية للدفعة عشرين التاهلية لضباط صف الدفعة السبعين بكلية الشرطة حول الفنون العسكرية والقتالية والفروسية وفك وتركيب الأسلحة المختلفة كما زار وزير الداخلية والوفد المرافق لها لإدارة العامة للأدلة الجنائية والمختبر الجنائي وهيئة تدريب بوزارة الداخلية السودانية وطلع وزير الداخلية برفقة مدير عامل إدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عبد الكريم حمد ومدير هيئة تدريب الفريق صديق عبد الله على أقسام ومرافق هيئة تدريب الأدلة الجنائية والتقنيات الحديثة والأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في مسرح جريمة ونوه وزير الداخلية بما شاهده من اهتمام المهارات الشرطوية والتدريب والتأهيل لكوادر منتسبي وزارة الداخلية مشهدا بتعاون وزارة الداخلية السودانية ودورها في تأهيل كوادر وزارة الداخلية اليمنية معربا عن تطلع الوزارة لاستمرار التنسيق والتعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل رافق وزير الداخلية في زيارته سفير اليمن في الخرطوم عمر المداوي والمفتش العامل والدكتور فائز غلام وعدد من وكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات العامة دشنا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في العاصمة المؤقتة عدن البوابة الإلكترونية لتقديم الخدمات الإلكترونية والربط الشبكي بين جميع قطاعات الوزارة ومختلف إداراتها العامة في الديوان العام ومكاتبها بالمحافظات بما يعزز الرقابة ورفع مستوى التنسيق وفعاليته المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل والضح الشليل في إطار تعزيز الرقابة ورفع مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات العامة في جميع المحافظات دشن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في العاصمة المؤقتة عدن إطلاق البوابة الإلكترونية والربط الشبكي بين جميع قطاعات الوزارة ومختلف إداراتها العامة وربطها بالديوان العام إطلاق البوابة الإلكترونية التي دشنت أعمالها اليوم بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي ووكيل الوزارة علي شرفي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية أبو بكر باعبيد يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة العمل الإداري بينها وبين مختلف مكاتبها على مستوى المحافظات والسمرار لمشروع تطوير وتحديث النظام الإلكتروني الذي يشرف عليها الوزير الأشول أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي والتعريف بكافة الأنشطة والقوانين والفعاليات التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة هي أولوية أخذت على عاتقها الوزارة توفيرها وبما يخدم مصالح الناس تنفيذا لتوقيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك يدشن معالي الوزير محمد الأشول البوابة الإلكترونية في وزارة التجارة في الديوان العام في العصمة المقطع عدن وهذه التي تعد خدمة للاستثمار ورقال الأعمال والمواطن وسوف تنقل نقلة مباشرة في تعزيز الخدمات وأتمتة الخدمات في وزارة التجارة والصناعة وسوف ننتقل من باب إلى باب في هذا القانب في خدمات الوزارة والربط الشبكي بيننا وبين مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة كاملة وعلى صعيد متصل أقرت لجنة تسهير مشروع المعهد الصناعي والتجاري خلال اجتماعها اليوم بالعاصمة الموقعة عدن برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول اتفاقية المشروع الذي سيمثل رافدا مهما في مجالة التدريب والتأهيل بما يعزز قدرات المؤسسات في تطوير الأعمال الاقتصادية وتنمية الصادرات وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية لقناة عدن الفضائية وضح شليلي عدن ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد أحمد الوصابي في مقر ديوان عام الوزارة مع الدكتور محمد سعد الزاوري وزير رشو الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن تعز مستوى التنسيق والتعاون المشرك بين الوزارتين وتطرق اللقاء إلى إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة والأشد فقرا في برامج التعليم العالي وتعزيز فرص تعليم الفتاة في الدراسات العليا أكد دكتور خالد الوصابي على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية والقطاع الخاص لخدمة وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة داعيا الجامعات اليمنية إلى استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة وإعداد البرامج الكفيلة بتأهيلهم للإسهام في العملية التنموية ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري بمدينة المكلام مع عمادة كلية التربية بجامعة حضر موت إعداد وتأهيل الكوادر التربوية والتعليمية وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين وخلال اللقاء أكد الوزير العكبر على أهمية تعزيز العلاقة والشراكة مع كلية التربية بالمكلة في مساندة قطاعات الوزارة وتأهيل كوادرها بالمهارات اللازمة للتدريس مشيرا إلى ضرورة أن تسهم المخرجات في الكلية بتلبية احتياجات القطاع التربوي والتعليمي معرفيا ومهنيا وابدى الوزير استعداد الوزارة على العمل مع كلية التربية وجامعة حضر موت في مختلف البرامج الأكاديمية ذات الجودة العالية ومعالجة أي إشكاليات أو عراقيل تواجه هذه البرامج والمساهمة في خدمة المجتمع من جانبه استعرض عميد كلية التربية بالمكلة الدكتور سعيد بالعفير وعمادة الكلية الخطط والبرامج الأكاديمية للكلية في رفض وتطوير أداء العملية التربوية والتعليمية وفتح العديد من التخصصات التعليمية في مديريات المحافظة لتشجيع التحاق الفتاة بالتعليم نظمه أبناء ويقليم عدن بمدينة مأرب احتفاء بالعيد الوطني التاسع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة التي مثلت أسمى صور التلاحم الجماهري مزيد من التفاصيل في سياق تقرير زميل محمد الجداسي احتفاء بثورة الرابع عشر من أكتوبر في ذكرها التاسع والخمسين أقام مجلس المقاومة الشعبية لإقليم عدن حافظ خطابي وفني في صالة ماري بالكبرى رئيسية الأركاء العامة قائد العملية المشتركة الفريق سقير بن عزيزة ووكيل محافظة أبيانا عبد العزيز الحمزة ووكيل وزارة الثقافة النهارية أكدوا أهمية مكانة الاحتفاء بثورة الرابع عشر من أكتوبر وأشهدوا بالدور النظالي لأبنى عدن والضالع وأبيانا والأحجة تحية الثورة اليمنية المباركة وأهمأكم بالذكرى الستين لثورة السادسة 26 من سبتمبر والذكرى التاسعة والخمسون لثورة الرابع عشر من أكتوبر الذي نحتفل هذا اليوم بذكرها المجيد والخالد في ولوبن من إقليم عدن وتحديدا من طور الباحة خرج البطل قحطار الشعبي رافعا علم الاستقلال وأول رئيس لجنوب اليمن بعد خروج المستعمل كما خرج من نفس المكان المناظر البطل فيصل عبداللطيف الشعبي أول رئيس وزراء بعد الاستقلال ومن إقليم عدن وتحديدا من أبيان خرج البطل المناظر سالم ربيع علي ثاني رئيس لجنوب البلاد بعد الاستقلال وخرج من الطالع المناظر علي عنتر صاحب مقولة نحن في الجنوب ندين بالفضل لثورة 26 سبتمبر فلولا هذه الثورة ما كانت ثورة الرابع عشر من أكتوبر وسلام الله على مريس التضحية والفداء فقد كانت قعطبة ومريس هي المأوى للثوار ضد الاستعمار البريطاني لقد توزعوا أبناء مريس وقعطبة ما بين جبهتي سبتمبر وأكتوبر أن نكون اليوم هنا معكم في مأرب الثورة في قلعة التنهورية في حسن اليمن الكبير في مأرب العزم والشموع نحيي نحيي إلى الذكرى التاسعة والخمسين لثورة أكتوبر المجيدة هذه الثورة التي حطمت أسطورة المملكة العظمى التي لا تغيب عن الشمس حطمت كبيروت المملكة العظمى التي جثمت على سطر جنوب اليمن لأكثر من مهار 29 عام إن الاتفاق بهذه المناسبة الغالدة الدكرى التاسعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة التي كانت شرابتها الأولى إذن بذيلان متجدد للأمة الزمنية بعد أصر الإمامة والاحتلال المتخادمين بغية تظهير هذه اليورات المحطاء وإنسانها العظيم وما أكلها من مناسبة مناسبة التحرر والاستقلال وما أبعه من مهتفل المقارب الشعبية في إقليم عدم وما أبعه من مكان المتوقع اليوم في مأره العظيمة التي احتضرت والتي كانت مهوى فؤاد الوطن لأكمله قائد المثيل قائد مقاومة أقليم عدن أكد أهمية ومكان مواكبة احتفالة الوطن بثورة الرابع عشر من أكتوبر وترسيخ أهدفها سامية في نفوس النشئ والشباب ألقيت في الحفل كلمتان عن أبناء المقاومة والمرأة أكدتها مواصلة النضال الوطنية على خطأ أحرار سبتمبر وأكتوبر أناشير وطنية ورغصات شعبية وقصيرة جارية عبرت على الفرح والابتهاج بذكرى ثورة أكتوبر حضور الغيادات العسكرية والأمنية وغيادات المقاومة الشعبية في علاج من المحافظات واجب مهور الحاضرين وغطاعة الشباب والمرأة قدموا لوحة بديعة عكسة الفرح والابتهاج بأعياد الوطن عدل فضائية محمد القداسي مارب رياضيا توي فريق نادي شمسا الرياضي ببطولة الجمهورية للملاكمة وكأس ثورة الرابع عشر من أكتوبر بعد إحراز لاعبه سبع ميداليات ذهبية وفضية واحدة برصيد ثلاث وعشرين نقطة وحل في المركز الثاني فريق سد مارب بذهبية واحدة وفضيتين وبرونزية برصيد ثماني نقاط وفي المركز الثالث نادي الميناء بعدن بفضية وأربع برونزيات برصيد ست نقاط وشارك في البطولة التي نظمها اتحاد اللعبة في صالة الشهيد علي أسعد مثنى بالعاصمة المؤقتة عدن بدعم وتمويل من صندوق رعاية النشئ والشباب ثمانية أندية هي شمسان والجلاء والميناء واتحاد الشرطة وحرس المنشآت عدن وشعب حظر موت والوحدة تريم وسبأ مأرب والطلع لحج وفي ختام البطولة قام نائب وزير الشباب والرياضة ملير الوجيه بتتويج الفرق الفائزة الكوسي والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية حضر ختام البطولة وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد الخليفي والوكيل المساعد للوزارة اكرم عشال وقائد حراسة المنشآت أحمد مهدي بن عفيف ورئيس الاتحاد العام للملاكم رائد علي نعمان ومدراء عموم الإدارات العامة في الوزارة وجمع غفير من الجماهير الآن نمشهدين إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بمشاءة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 مجلس القيادة الرئاسي يهنئ الملك فيليب السادس ملك إسبانيا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده حظم مجلس القيادة الرئاسي البحسني يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية مستجدات الأوضاع في بلادنا وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية فنلندا ويمحث تطورات الأوضاع في بلادنا في الختام مشاهدنا لكم مطيب التحايم من طاقة من نشرة دمتم بخير في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة